أكد رئيس هيئة الإثثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيا من حيث قيمة الإثثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022 وخلال كلمتي أمام منتدى الأعمال والإثثمار الذي نظمته سفارة مصر ببكين استعرض رئيس هيئة الإثثمار الحوافة الإثثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية لا سيما في عدد من الصناعات الحيوية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر حيث شارك في المنتدى أكثر من 120 من ممثل الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال الذين أعربوا عن ترحيبهم بضخ المزيد من الإثثمارات في مصر والاستفادة مما توفره من حوافز ومناخ ملائم للإثثمار